تلجأ المؤسسات الإعلامية إلى تدريب المذيعين والإعلاميين على طبقة الصوت المثالية وطريقة الأداء والحوار التلفزيوني والإذاعي والتي تختلف طبعاً لهوية البرنامج سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو ترفيهياً حتى إن هذا قد يكون معياراً لقبولهم في المجال أو رفضهم قناة النهار المصرية تعرض برنامجاً تلفزيونياً يقوم على حوارات مع مسؤولين وخبراء في الشأن العقاري اسمه هنا الجمهورية الجديدة وتقدمه الإعلامية موناء العمدة ولكن هذا البرنامج ومقدمته شغل المصريين خصوصاً بعد حلقته الأخيرة فبعد تلك الحلقة توالت التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول طريقة حديث المذيعة وتوجيهها للأسئلة وطبقة صوتها لنستمع إليها تسأل الضيف عن رأيه بالعاصمة الإدارية الجديدة إيه رأيك في العاصمة الإدارية الجديدة؟ العاصمة الإدارية الجديدة دولة جديدة في نصر احنا بنعمل دبي الجديدة في نصر يا دكتورة صح نأ العاصمة الإدارية الجديدة بتهاديل مساحة دولة سنجفورة 147 ألف فدان صحيح بنتكلم في 714 كيلو متر مربع يعني بنعمل دولة جوة دولة فش مهندس محمد أنت نورتنا رب نعفظك شكرك شكرك شاهدين كرام عندنا نمازك من الشباب المصري المحب البلده المعندسين اللي طلعوا اتعلموا اخدوا خبرات في دول خارج مصر وقرروا يرجعوا يستثمروا في بلدهم حاسين أن الجمهورية الجديدة ده دور وطني طريقة المذيعة بطرح السؤال والكلام أثرت جدلا كبيرا ووصفها البعض بغير المقبولة وغير اللائقة بينما دافع البعض الآخر عن المذيعة فعلقوا كالآتي نظمي زكي يقول هي الدكتوري بتتنحنح كده ليه صوتها شتوي برضو وهو يقصد حديث المذيعة ياسمين عز الذي أثار جدلا مؤخرا أيضا أما والي فيقول ايقافها بسبب صوتها ايش هذا الظلم هي كده تتكلم وهي أنثى لو في مصر ممنوع الحريم يطلعوا في السوشال ميديا والأفلام والأغاني وإلى آخره يعني أفغانستان ممكن أتفاهم الإيقاف بس في بلد مثل مصر بسبب صوتها وكان مذيعة غيرها إن تكلمت أصبحت قضية رأي عام ثم إيقاف وين خرب بيتها أما بالنسبة إلى محسن جبريل فيقول المذيع أو المذيعة عامة ومقدم برامج الهواء خاصة يجب أن يكون لديه معلومة مميزة ومعلومات واسعة ولغة جيدة صحيحة يلقيها بأسلوب مبسط خالي من التكلف والتصنع والإيحاءات غير المقبولة وملابس تتناسب والظهور للمشاهدين بمختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية طبعا مشاهدين بعد زوبعة الانتقادات التي طالت البرنامج قامت قناة النهار بإيقاف المذيعة موناء العمدة وإحالة فريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري وقالت في بيان رصدنا بعض الأخطاء والتجاوزات في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة وقررنا وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي تؤكد القناة حرصها البائم على تقديم محتوى وأداء مهني مهني يليق بمشاهديها وبعد إيقاف المذيعة والبرنامج علق البعض وتساءل عن القناة والقائمين عليها وكيف أنهم لم يلاحظوا الموضوع من قبل فهنا تشايكوفسكي يقول في الدول العربية الأحكام تطلق حسب ضجة السوشيال ميديا وردود فعل الناس وليس استنادا لقانون منصف أما هبا يونس فتقول وأنتم كإدارة قناة مغيبين مثلا ليه البرنامج بيطلع من غير علم رئيس القناة والمذيعة ما أعادتش مع المسؤولين مع القناة ووقت التعاقد ووضع خطة البرنامج لبس المذيعة اللي أكنها رايحة حفلة ولا سهرة ومحدش من السادة مسؤولين القناة بيبص على لبسها ليه القناة ما فيهاش مسؤولين ولا سايبين مكتبهم وبدأت بعدها الفيديوهات التي تظهر فيها طبعا مونة العمدة بالانتشار على مواقع التواصل منها هذا الفيديو لمعايدتها بمناسبة رأس السنة الجديدة كل سنة وفخمتك طيب يا فخمت الرئيس كل سنة ونحتفل بكم من الإنجازات بتحصل في الجمهورية الجديدة كل سنة ومصر بخير وسعادة وتتمتع دايما بأمن وأمان شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها